أعلن الجيش في مالي مقتل 15 جندياً وثلاثة مدنيين على الأقل في ثلاث هجمات منسقة وسط وغرب البلاد ومنذ انسحاب قوتي برخان وتاكوبة لمكافحة الإرهاب تشهد مالي سلسلة هجمات منسقة في عدة مناطق منذ الانسحاب العسكري لقوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب وانتهاء عملية تاكوبة الأوروبية لمحاربة المتطرفين تحولت مالي إلى مسرح متاح لجماعات متضرفة تقف وراء هجمات إرهابية متكررة وآخر حلقات مسلسل الاعتداءات هذا ثلاث هجمات منسقة راح ضحيتها 18 شخصاً على الأقل الهجوم الأول وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية أما الثاني فاستهدف عسكريين في سوكولو وسط البلاد والثالث شنه متضرفون في منطقة موبتي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو ووفقاً للجيش المالي فإن هذه الهجمات مجرد أفعال يائسة للإرهابيين هدفها إثارة ضجة إعلامية لتغطية الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها منذ أشهر عدة تبلغ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المواطنين بأن القوات المسلحة المالية صدت هجمات إرهابية على مواقع في سيفاري وسوكولو وكالومبا وعدت الاستجابة السريعة للجيش والتي تم تنفيذها بقوة واحترافية للتصدي للمواجمين وبدء عملية خاصة لتتبعهم وبالرغم من خارجات الجيش المالي الإعلامية المطمئنة أصبح تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد يثير قلق الدول الأوروبية وعادت المخاوف من تحول مالي إلى مرتع للجماعات الإرهابية الهاربة ومنصة لهجمات نحو أوروبا للظهور من جديد وذهبت باريس إلى حد تصنيف الأراضي المالية منطقة حمراء أي تنصح بشدة بعدم السفر إليها بسبب مخاطر الاعتداءات والخطف وفي هذا الصدد تعهد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بعدم التخلي عن القارة الإفريقية كما جدد رغبته في إعادة ابتكار الجهاز العسكري والأمني الفرنسي خصوصا في منطقة الساحل وخلال الأشهر الأخيرة أدار البجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين واعتمد بدلا من ذلك على روسيا لمواجهة التهديدات الإرهابية ويرى مراقبون أن الدعم العسكري وحده لن يكون كفيلا بإنقاذ مالي ومنطقة الساحل من براثل الإرهاب فالفراغ السياسي وأزمة الانتقال الديمقراطي ساهما كذلك في عودة بعض الجماعات المتطرفة للساحة الإفريقية ونرحب بضيقنا من الرباط الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور عصام روسيا دكتور عصام ماذا تعني هذه الهجمات المنصقة أي مؤشرات وماذا تعني بأن تعود مالي رخوة تتهدد الأمن الإفريقي وتحديدا دول الساحل حقيقة تحولت من منطقة مالي ومنطقة الساحل الإفريقي ومالي بالتحديد إلى منطقة توتر ومنطقة أو كما تسمى برئة رخوة بالنسبة لإفريقيا ومرتع للجماعات الإرهابية وأيضا نشاط العديد من الجماعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والتجار بالبشر والأسلحة إذن ما يحصل الآن هو رسائل متبادلة هذا الفراغ السياسي تستفيد منه فرنسا لإطلاق رسالة مفادها أن بعد فشل عملية برخان والانسحاب الفرنسي من مالي ها هي مالي تدخل مجددا في الصراع الألوية وفي الصراع الأدرع العسكرية وأيضا تمكن الجماعات الإرهابية من وضع قدمها في المنطقة مجددا وإرسال رسائل من خلال ضربات الإجرامية والضربات الإرهابية التي تقوم بها وأيضا هذه الرسالة مفادها أن التحالف للنقبة العسكرية في مالي مع روسيا لن يفيد في شيء في استباب الأمن وفي عودة الاستقرار إلى المنطقة لكن الإشكالات الرئيسية التي تعاني منها مالي أبعد من هذا هذا التقاطب الإقليمي الآن الحاصد ووجهات النظر المتضاربة بين فرنسا وموسكو ودول أخرى هو من تسبب في هذا النزيف وعودة الإرهاب مرة أخرى مالي تحتاج إلى مقاربة مندمجة مقاربة مختلفة يكون فيها الهدف ليس فقط من يستبق ومن يقوم بقيادة المنطقة ومن يتولى بشكل أو بآخر حكم هذه المنطقة وهذا هو المنطقة الاستعمارية التي ساد لفترة طويلة من فرنسا والتوجس الحاصل الآن من الوجود الروسي والصيني وأيضا تفكير ماليا في عودة حتى حلف الناتو أصبح يفكر ماليا في تأكيد وجوده في المنطقة أو جنوب المتوسط وخاصة في المنطقة الإفريقية على اعتبار أن هذه الأزمات وهذه الهجاجة الأمنية والتعقيد الأمني أو الأزمة الأمنية المركبة دكتور عيسام تهديد دول الجوار تحديدا موريتانيا وموركينا فاسو ألا تطلب إعادة النظر في الخطط الأمنية مع دول الجوار التي شهدت هذه الهجمات عند مناطق مجاورة وقريبة من حدودها بالتأكيد كما قلت أن التقاطبات الإقليمية تنعكس على التعاون بين هذه الدول نتحدث عن منطقة الجي فايف وهي الدول الخمس وانسحاب مالي من جمعة الخمس وهي دول معنية بالأساس بالتنصيق والشراكة والتدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والمعلوماتي إذن توقف هذا التنصيق أيضا ينعكس سلبا على مراقبة الحدود ما بين موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد كل هذه الدول معنية بالأزمة أو معنية بما يحصل في منطقة الساحل الإفريقي إذن أعتقد أن يجب إعادة ترتيب الأولويات والاستراتيجيات على أساس وهنا أن يعيد المجلس العسكري ترتيب أولوياته وربما التقاط ما كان قاله الرئيس الفرنسي إيمانيوني الماكرون بأنه لن يترق المنطقة وأهمية الخبرات والتدريبات التي قامت بها القوات الفرنسية بالتأكيد لا يمكن أن ننفي هذا الوجود أو هذا الإرث الفرنسي فرنسا ووجودها العسكري والأمني لا تخطئ العين من خلال وجود قواعد عسكرية من خلال وجود كوادر عسكرية أيضا وقوات منتشرة في كل دول الساحل الإفريقي إذن التقاط النخبة العسكرية في مال هذه الإشارة سيكون بمثابة إحلال الفكر أو ما يصبح بمقاربة التوازن ما بين هذه القوى من يستطيع أو من يملك مفاتيح الحل بالتأكيد الإجابة ليست سهلة أو بسيطة ولكنها إجابة مركبة يجب أن تستوعب النظام أو السلطة السياسية في مال أن المسألة لا تتعلق بمسألة مجرد تغيير حليف بحليف أو تغيير قطب بقطب يجب التركيز مجددا على المصالح المالية من خلال إعادة ترتيب البيت الداخلي ومن خلال أيضا معالجة المشكلة الهشاشة الأمنية وإذا كان الأمر يتعلق ببرامج تأطير وبرامج إعادة تأهيل القوات العسكرية نعلم أنه بعد الحروب وبعد الأزمات يتصير الجيوش متفككة وليس لها قواعد وليس لها منهجية وليس لها أيضا استراتيجيات عسكرية فبالتأكيد تحتاج هذه القوات للتدريب لترتيب أولويتها للقدرة على الدفاع الداتي وهذا ما لم تملكه أي نخبة عسكرية في هذه الدول وتظل دائما رهينة أو تظل حبيسة الصراع بين الدول السعمارية وخاصة فرنسا وروسيا الآن الصين موجودة في إفريقيا وأيضا دول الجوار التي تحاول أيضا بشكل أو بآخر أن تكسب موقعا لها في إطار هذه الخريطة الأمنية أو خريطة الجيو السياسية في منطقة ساحل جنوب الصحراء في أقل من دقيقة تجاوز الأزمة السياسية والانتقال الديمقراطي في مال ضرورة دولية وأيضا أقليمية لدول الجوار بالتأكيد التجاوز هذا المأزق والمرور إلى الحل السياسي هو أظن هو مدخل أساسي لكن لا يمكن في ظل غياب شروط الأمن وفي ظل غياب بيئة آمنة وفي ظل غياب أيضا محيط إقليمي يساعد على الاستقرار لا أعتقد أن التخابات ممكنة ولا أعتقد أن المصار السياسي قد يكون ناجحا بكل تأكيد دكتور عيسام لأروسي الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية كنت معنا مباشرة من استهدتنا في الرباط شكرا جزيلا لك